قدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب طلباً لعقد جلسة برلمانية استثنائية يوم الاثنين المقبل نعم وقع 53 نائباً طلباً لعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل بهدف التصويت على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي المقبل بحسب المادة الثامنة والخمسين أولاً من الدستور العراقي هذا وطلب المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي في وقت سابق البرلمان بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على حكومته